حلقت مقاتلات تايوانية من طراز F-16 في سماء التايبي في استعراض للقوة أمام وسائل الإعلام مما يدل على عزم الجيش الدفاع عن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي في مواجهة المنورات الصينية المستمرة منذ أيام وتجري الصين التي تقول أن تايوان جزء من أراضيها تدريبات عسكرية حول الجزيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في وقت سابق من الشهر الجاري والتي تبعتها زيارة خمسة نواب أمريكيين وقد أثارت زيارة بيلوسي غضب الصين التي ردت بإجراء تجارب إطلاق صواريخ بلستية فوق تايبي لأول مرة وإرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة بالقرب من تايوان في زيارة نظمتها الحكومة إلى القاعدة هولين الجوية الرئيسية على الساحل الشرقي الجبلي لتايوان وهي أول زيارة لمنشأة عسكرية منذ بدء تدريبات الصينية شاهد الصحفيون الطاقم الأرضي يوضح كيفية تحميل العسلحة بسرعة على طائرات F-16 ومنها صواريخ هاربون المضادة للسفن والتي تصنعها شركة بويينج ترجمة نانسي قنقر